تنفيذا لأمر سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء نفذت محافظات مملكة البحرين أربع جولات تفاقدية على مختلف المناطق للتأكد من حالات المتضررة من الأمطار والتي شهدتها المملكة مؤخرا حيث قام محافظ محافظات المملكة بزيارة تفاقدية إلى عدد من المناطق لرصد الأضرار التي لحقت ببعض البنازل جراء هطول الأمطار مؤكدين حرص الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية على متابعة المناطق المتضررة ورصد احتياجات المواطنين تنفيذا لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نفذت محافظات مملكة البحرين الأربع جولات تفاقدية على مختلف المناطق للتأكد من الحالات المتضررة من الأمطار والتي شهدتها المملكة في هذه الفترة ومن منطلق حرص معالي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بمتابعة المناطق المتضررة ورصد احتياجات المواطنين قام محافظوء المحافظات بزيارة تفاقدية إلى عدد من المناطق لرصد الأضرار التي وقعت على المنازل الناجمة من هطول الأمطار ومعالجتها مع الجهات المعنية في سبيل تقديم أفضل الخدمات لهم المحافظون أشادوا بدور كافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية إضافة إلى تضافر الجهود الأهلية الهادفة إلى سلامة المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر